أما في حضر موت فقد بدأ آلاف المعلمين إضراباً كلياً شاملاً مطالبين برفع مرتباتهم بنسبة 100% وتصحيح أوضاعهم الوظيفية وعلاواتهم المتوقفة منذ سنوات بداية مختلفة لعام دراسي جديد يكمن الاختلاف فيها بإضراب شامل وكلي لآلاف من معلمي محافظة حضر موت في أقل من أسبوع من بدء العام الدراسي إضراب يأتي استكمالاً لخطوات تصعيدية لمطالبات قديمة جديدة يتصدرها المطالبة برفع رواتبهم بنسبة 100% ليجار حجم المتغيرات جراء تدهور العملة المحلية وغلاء المعيشة طبعاً الراتب الآن أصبح لا يفي بأداء الرسالة التعليمية بالنسبة للمدرس وأيضاً يشكل عبء كبير جداً بالنسبة لتوفير كثير من مستلزمات الحياة لذلك لا بد من إعادة النظر في ترتيب التسويات في أيضاً زيادة الراتب في أيضاً إطلاق جميع العلاوات منذ 2010 إلى هذا اليوم لكن سقف المطالبات امتد بحسب بيانات صدرت عن لجنة أن المعلم لمتابعة حقوق المعلمين بحضر موت إلى المطالبة بعلاوات وتسويات ودرجات وظيفية متوقفة لسنوات بالإضافة إلى موازنات تشغيلية للإدارات المدرسية في ذات الوقت متهمين الحكومة بتجاهل مطالبهم التي وصفوها بالمشروعة رغم اتخاذهم كافة الإجراءات القانونية لانتزاع حقهم وكان البرنامج التصعيدي ثلاثة أيام رفع الشهرات الحمرة وثلاثة أيام إضراب جزي ولكن لا حيال من تنادي وهناك وعود ولكن لم تتم هذه الوعود وإن شاء الله اليوم سنبدأ إضرابنا المفتوح والشامل من خلال متابعة حقوقنا ومن ضمن طلباتنا علاوات السنوية وكذا علاوات غلام عيشة والتسويات وكل هذه أعطونا بها وعود من سنوات ولكن ما تم شيء من ذلك وكانت الحكومة اليمنية قد أقر زيادة ثلاثين في المئة في رواتب الموظفين المدنيين بدءا من الشهر الجاري لكن المعلمين يعتبرون هذه الزيادة لا تفي بالغرض وغير مقبولة وفي ظل صمت مريب من السلطات تجاه هذه المطالب وفي حال استمرار الإضراب الكلي فإن هناك ثلاثمائة وسبعة وثمانين ألف طالب وطالبة مهددون بالتوقف عن الدراسة في كامل المحافظة تضيق الخيارات أمام المعلمين للمطالبة بحقوقهم ولكن خيار الإضراب الكلي الذي ستتوقف على إثره العملية التعليمية في كثير من مدارس المحافظة ربما يشكل ورقة ضغط كبيرة تضع الحكومة أمام بوادر الاستجابة عبدالله مؤمن يمن شباب حضر موت إذن ولانتبعت هذا الموضوع أيضا ينضم معنا الاستاذ فاخر بن طالب رئيس لجنة أنا المعلم للمطالبة بحقوق المعلمين في حضر موت نرحب بك سيد فاخر مساء الخير سيد فاخر هل تسمعني نعم نرحب بك معنا في أخبار المنتصف إذن تابعنا هذا التقرير لزميلنا من حضر موت إذن معبد العام الدراسي هناك إضراب يعني دعا إليه المعلمون في المحافظة ما أهداف هذا الإضراب بداية سيد طالب أهداف هذا الإضراب أهداف سلمية جوية وكبيرة نعم فقط حقوقنا المشروعة والقانونية المطالب وحقوق كل التربويين والمعلمين والمعلمات في هذا الوادي وعطينا هذه مطالبنا لكل من السلطة في الوادي ممثلة بالوكيل الوادي نعم أثار حبريش وممثلة في مكتب عام وزارة التربية والتعليم في الوادي والصحراء أعطيناهم كل مطالبنا ونحن الآن في المرحلة الثالثة من البرنامج التفعيدي وهو ليبدأ اليوم بالإضراب الشامل والكامل والمفتوح نعم وإلى حد اليوم ليس هناك أي ضوء أخضر في مباشرتنا أو في أعطاننا أي مادة من الحقوق ولذا نحن حريصين كل الحرص على أبنائنا وأبناء كل الشعب اليمني وخاصة أبناء محافظة حضراموت نعم على التدريس وحيئنا وعددنا للعام الدراسي بشكل كبير وجيد نعم ولكن ليس لنا هناك آذان صاغية تصليلنا طيب تحدث سيدنا فاخر عن هذه هي المرحلة الثالثة ليس هناك استجابة كما تحدث يعني للأسف الآن سواء كان من السلطة المحلية وحتى يعني على الحكومة في وقت سابق كان معنا الوزير لملس وتحدث أوداع المعلمين إذا عدم الإضراب وتحدث يعني أن هنا هذا نهج تدميري لذلك يعني كيف يعني ترى تصريح الوزير وألا يؤثر ذلك على الطلاب حاليا بهذا الإضراب الذي تقومون به في حضراموت ما أفهمت إيش يعني كيف يعني نعم أتحدث أنكم الآن مستمرون في هذا الإضراب ولكن الوزير تحدث أن هذا الإضراب يضر بالطلاب ويعتبر نهج تدميري فبالتالي هل أنتم ستستمرون بهذا الإضراب أم يعني سوف تقومون ربما الآن بأشياء أخرى غير الإضراب حتى لا يتضرر الطلاب الآن في المدارس تفضل الإضراب سيستمر إلى أن تلبي الدولة حقوق كل المعلمين والمعلمات والتربويين والتربويات في الوادي والصحراء نحن لجنة مفوضة من كل المعلمين والمعلمات والتربويين والتربويات داخل الوادي والصحراء هذه المطالب مشروعة ومن حقنا ليس لنا قدغة على أن ندرس طلابنا وأبناءنا وأبناءنا ججاع نحن لا نستطيع شراء قوتهم اليومي نعم إذن ظروف معيشية سيئة يعني يعني منها المعلم نحن مواصلين هذه الخطوة ويعني مستمرين عليها جميل طيب طيب حتى الآن هل هناك استجابة طيب حتى الآن هل هناك استجابة لهذه المطالب وما هي خطوتكم المقبلة هل هناك تصعيد أكثر ليس هناك أي استجابة ليس هناك أي استجابة طيب أمام عدم هذه عدم الاستجابة هل يعني هناك ربما تصعيد بنوع آخر نعم 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 ما هو إن شاء الله وإذا يوضح هذا من خلال لقاءنا باللجنة العامة وتدارسنا للأوضاع نعم وسوف نكشف عنها في الأيام المقبلة إن شاء الله جميل نعم لو أختم معك الآن ربما نسبة الاستجابة لهذا الإضراب يعني هل هناك استجابة كبيرة للمدارس وأيضا المعلمين لهذا دعوتكم للإضراب في المحافظة شكرا 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 نعم يبدو أنك لم تسمعني سيد فاخر نعم أكتفي أكتفي معك بهذا القدر سيد فاخر بن طالب رئيس رجلت أدنى المعلم المطالبة بحقوق المعلمين في حضر موت شكرا جزيلا لانضمامك معنا